بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أشرف من قناة منوعات شيكوتوتا كل عام دراسي وحضرتكم بألف خير بكرة المدارس يا جماعة كل سنة وانتم طيبين شايفين العظمة اللي قدامكم دي هنعملها النهاردة ان شاء الله على مدار الفيديو اتمنى يا جماعة محدش يقدم او يسرع الفيديو عشان يفوتكم حاجات مهمة جدا جدا لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك يا جماعة عشان اللايك هو اللي بيدينا دافع ان احنا نستمر ان شاء الله النهاردة يا جماعة ان شاء الله هنعمل سندويتشات وافكار سندويتشات لذيذة جدا بافكار وقيمة غذائية عالية جدا ويكون في عصير وحلو وحادق وكل ده ان شاء الله باذن الله معانا في الفيديو دوت ياريت نجهز مع بعض وان شاء الله باذن الله الفيديو ينول على اعجبكم زي ما حضراتكم شايفين احنا جبنا فينو والكايزر عشان طبعا فيه اطفال بيحبوا الفينو وفيه اطفال بيحبوا الكايزر فطبعا عشان يكون الشكل والطعم جميل اول حاجة يا جماعة نجيب طاصة هنحط فيها نقطة سمنة او نقطة زيت وهنحط طمط مية صغيرة متقطعة وكمان فلفلية رومي وناخد كده تشويحة يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين هنعمل النور ده جماعة افكار جميلة جدا واتدي طعم جميل جدا وكمان يا جماعة اهم من الطعم كمان القيمة الغذائية العالية جدا ان شاء الله زي ما حضراتكم شايفين بعد ما حطينا الطماطم والفلفل خطينا كده نقطة زيت صغيرة او نقطة سمنة صغيرة او نقطة زبدة صغيرة على خسب رغبة خضراتكم وهنبدأ ان احنا نقلب ونشوح كويس جدا هنجيب يا جماعة مسلسين جبنة نستون وهنبدأ ان احنا نحط الجبنة نستو بالشكل دوت هنحط اول واحدة وتانية واحدة على خسب طبعا ما يا خضراتكم شايفين عزولكم يا جماعة الاكلة دي انا بحبها جدا وكل الناس كمان والاطفال بيحبوها جدا وهي مليانة قيمة غذائية حلوة اوي 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 وبعد كده يا جماعة نروح حطين البيض بتاعنا وطبعا نكون رجينه كويس وهنبدأ ان احنا نقلب بالشكل دوت عشان البيض يستوي وكمان يا جماعة جبنة نستو كمان تستوي كويس جدا مع الخضار بتاعنا عايز اقول لكم يا جماعة الاكلة دي من الاكلات المفيدة جدا وان شاء الله باذن الله تعجبكم هنبضل طبعا نقلب عندنا اي خضار تاني ممكن لو عندنا زتون ممكن نحط عادي عندنا اي حاجة تانية بتحبوها على البيض والجبنة ممكن كمان تضيفوه وهكذا اتمنى يا جماعة لو الفيديو عجبكم ما تنسوناش من لايك والاشتراك وتفعيل الجرز عشان يوصل لكم كل ما هو جديد وكمان يا جماعة اللايك دوت بيكون دافع كبير جدا جدا لينا ان احنا نستمر على تقديم الفيديوهات بتاعتنا طبعا نحط بقى طبعا الكمون وكمان الملح ودي طبعا اول جزء في الفيديو بعد كده يا جماعة هنجيب طاصة نحط نقطة سمنة ونقطة زيت وبعد كده نعمل عادي بيت خالص مقلي بيور خالص تمام ما فيهوش اي اضافات طبعا ان فيه ناس طبعا بتحب البيض المسلوء بتحب البيض المقلي بس احنا قلنا ان احنا نعمله قدامكم وطبعا نسه فيه افكار كتيرة جدا 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 جايه لكم في الفيديو وده طبعا شكل البيض يا جماعة بعد ما تقلت وهنبدأ ان احنا نجيب الكايزر بتاعنا الجميل وهنبدأ ان احنا نعمل بالساندويتش طبعا فيه ناس ممكن تحط جبنا موزرينة ما فيش مشكلة برضو فيه ناس بتحب سندوتشات العجوة بالسمنة او بالزيت ممكن برضو تعملوا سندوتشات العجوة حاجات كتيرة جدا يا جماعة احنا طبعا محبيناش نقول نضيف سندوتشات اكتر واكتر عشان الفيديو مبقاش طويل وكمان احنا قلنا هنقولها بصوتنا عشان تقدروا ان انتم تعملوها ممكن برضو يا جماعة الفراخ الكرنشي ممكن البنية طبعا لكن طبعا احنا عاملين حاجات كده جميلة جدا وسريعة جدا وتعملها جميل وكيمة غزائية عالية وكمان يا جماعة على قد اليد وزي ما حداتكم شايفين كده ده السندوتش التاني البضاية بتاعتنا عملناها في السندوتشين وبعد كده طبعا هنبدأ ان احنا نجيب الفينو بتاعنا ونبدأ ان احنا نحط فيه البيت بقى اللي هو العادي خالص طبعا اطفالنا بيحبوه كمان فيه كيمة غزائية جميلة جدا وعالية جدا طبعا وزي الكالسيوم طبعا اكيد طبعا يا جماعة فيه افكار كتيرة جدا انها تبقى موجودة معينا في الفيديو زي ما حضراتكم شايفين طبعا اه زي ما انت شايفين كده يا جماعة صح كده وطبعا يا جماعة عندنا طبعا الجبن الرومي طبعا يا جماعة عايز اقول لكم يا ريت لو سمحتم تنبهوا على اطفالكم الاتزام بالكمامة وطبعا لازم نخسل ايدينا قبل ما ناكل وطبعا على قد ما نقدر محدش يديل اي حد ازازة المية بتاعته خالص محدش يقدر يشرب من ازازة المية بتاعت زميله خالص طبعا عشان العدوى لقدر الله ربنا يحفظنا جميعا ويرفع لنا البلاء ويحفظ بلدنا الغالية مصر وزي ما حضراتكم شايفين طبعا برضو السندوتشات الجبن الرومي من السندوتشات يعني قديمة الازل والسندوتشات اللي الناس بتحبها جدا 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 دي برضو من احدى الافكار السندوتشات اللي الاطفال بيحبوها جدا ومن نوع السندوتش اللي هو بيقعد على مدار اليوم انه ممكن ياكله قبل ما ييجي عادي مفيش مشكلة وبرضو يا جماعة السندوتشات الحلاوة من برضو السندوتشات الجميلة جدا وطبعا بتدي طاقة جماعة لطبعا ان طبعا الحلاوة زي ما انتم عارفين فيها سكر شوية حلو وده طبعا بيدي طاقة للطفل ان هو يقدر طبعا يعني يلعب في الفسحة يقدر ان هو يكون نشيط في يوم الدراسي فطبعا يعني الحلاوة طبعا من السندوتشات اللي بتبقى جميلة جدا وطبعا اغلب يا جماعة المنتجات بتاعتنا زي ما احنا كنا جابانها قدامكم في فيديو المشتريات وزي ما حضرتكم طبعا شايفين يا جماعة الحلاوة طبعا من الحاجات الجميلة وبرضا جماعة اللي جبنا النستو طبعا من افضل القيمات الغزائية الجميلة جدا وكمان سندوتشات اللي جبنا النستو خصوصا مع الفين وبيكون لها طعم تاني وكمان بتبقى جميلة جدا جدا يا جماعة ودي طبعا من ضمن السندوتشات اللي الناس كلها بتحبها فطبعا دي هيبقى من ضمن الافكار بتاعتنا في النهاردة وطبعا يا جماعة المربة مربة الفراولة وطبعا احنا عملينا في البيت وتبقى طبعا مربة جميلة جدا وان شاء الله انتظروا الفيديو بتاع مربة الفراولة قريبا ان شاء الله باذن الله زي ما حالكم شايفين طعمها جميل جدا ومتماسكة واحسن من اليوم مرة من الجهزة وطبعا برضه صندوتش المربة طبعا المربة يا جماعة والحلاة والحاجات دي بيكون بتتلف كويس بكيس نايلون او بيكون طبعا جوة لانش بوكس بيكون طبعا متقسم الحاجات دي نحط الحلو مع الحلو وطبعا الحادق مع الحادق وزي ما حالكم شايفين طبعا نبدأ طبعا كل شوية شوية هنبدأ ندي افكار جديدة جماعة للامهات ان طبعا مفيش اي حيرة بعد كده خالص بعد كده طبعا البطاطس طبعا المقلية حبيبة الشعب كله طبعا وحبيبة الاطفال كلها طبعا بطاطس مقلية وممكن كاتشاب طبعا نحط طبعا الكاتشاب بيكون طعم البطاطس جميل جدا عايز اقول لكم يا جماعة في القناة بتاعتنا احنا عملنا طرق كتيرة جدا للاندومي وعملنا طرق كتيرة جدا للحوم والمكارنات والبوفتيك وعملنا الحلويات وطورتة الطاصف عشر داقي جماعة عملنا طورتة الطاصف完 طعمها تحفة جدا وعملنا بيتزا يا جماعة زي تقدر تعمل بيتزا في 3 دقاية بخمسة جنة بس ودمسنا الفول كمان يا جماعة سندويتشات الفول برضه ممكن نعملها للطفل بتكون حاجة حيلوة جدا 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 وكمان يا جماعة تورتة الجلاش دي طبعا برضو عملناها او كيكت سوري كيكت الجلاش عملناها برضو بشكل كويس جدا وطبعا يا جماعة اللي احنا شايفين الوقت في الصورة دي كمان بطاطس مهروسة بالزبدة طبعا بتكون حاجة جميلة جدا ممكن نضفلها طبعا الخضار بعد ما نحط البطاطس طبعا من افضل الاكلات اللي انا بحبها جدا البطاطس المهروسة طبعا بنحط البطاطس عادي في مية ونسلقها طبعا احنا ما جبناش اغلب الحاجات دي عشان الفيديو بقاش طويل عليكم وبعد كده نحط الكاتشف بتاعنا ومالخضار بتاعنا مثلا ممكن نحط طمط مية في الفلاية خيار جزر حاجات دي كلها بتدي طبعا طعم وقيمة غزائية فوق الوصف وطبعا يا جماعة زي ما احنا قولنا برضو فيه كمان على القناة بتاعتنا قناة منوعات شيكو وتوتا هتلاقوا طبعا عصاير وهتلاقوا مشروبات ساخنة طبعا للشتاء ومشروبات بريدة للصيف ومشروبات للاطفال وبعد كده يا جماعة طبعا احنا المفروض دلوقتي هنجهز الزمزميات او الحاجات اللي يبقى فيها عصاير طبعا مفيش افضل من تانج طبعا للاطفال والكبار غني بفيتامين سي وطبعا ده تانج اناناس عندنا بيحبوا الاناناس اكتر فطبعا ده طعمه جميل جدا بنحط على لتر ميا كيس تانج اناناس وبنحط معلقتين او معلقة او نص من السكر وطبعا بنقلب كويس جدا 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 وزي ما قدتلكم يا جماعة برضو موجود على القناة بتاعتنا طريقة عمل البوفتيك لسكالوب بنيه وكمان يا جماعة بنعمله بالفرن من غير قلي والمهلبية والعشورة وبلاح الشام وكمان الكشر الحلة الوحدة هتلاقوا يا جماعة فيديوهات جميلة جدا وعايز اقول لكم بنص كيلو لحم مفرومة قدرنا نعمل البرجر وكمان الكفتة وكمان الحووشي كل ده جماعة بنص كيلو لحم مفرومة في القناة بتاعتنا احنا قدمنا طرق كتيرة جدا ومازلنا مستمرين ان شاء الله بكم وزي ما حضركم شايفين احنا هنا بنملة طبعا الزمزميات طبعا العصير بتبقى مفيدة جدا والسينابون وصنية العيد وصنية اللحمة وزي جماعة لو عندنا قطعتين لحمة بس ازاي نقدر نعمل بهم اربع اكلات اوليما كبيرة وكمان طريقة عمل الجنباري وطريقة عمل السمك الفليه والرز الصيادية والمكارونة الواية سوس والستيك وطبعا في وصفات لكل حاجة وحلوة بلح الشام والكريب وطبعا يا جماعة ده كان الشكل النهائي للفيديو بتاعنا النهاردة طبعا اللانش بوكس بتاعنا هو قدامكم وكمان الزمزميات وطبعا دي الخضار هيبقى جميل جدا ودي الصاندويتش اللي احنا عملناها النهاردة في الفيديو اتمنى يا جماعة لو الفيديو اعجبكم ما تبخلوش علينا هو لايك بس يا جماعة اللايك هيفرق معانا جدا ان احنا نقدر نستمر ولو اعجبكم الفيديو حابين تنضموا لينا هيشرفنا جدا ان حضراتكم تبقوا من ضمن عائلة منوعات شيكو وتوتا تشرفونا بالاشتراك وتفعيل الجرس كان معكم اشرف من قناة منوعات شيكو وتوتا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وانتم بخير اشتركوا في القناة